استبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موافقة أعضاء التكتل بالإجماع على حضر التأشيرات على جميع الروس بوريل الذي رأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ذكر في مقابلة مع التلفزيون النمسوي أنه من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع مقترح منع جميع الروس لدخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حضر التأشيرات على جميع الروس لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام لكنني لا أحبذ منع الروس جميعا من الحصول على التأشيرات فرض حضر كامل على إصدار تأشيرات شنغان للروس لن يحصل على إجماع الاتحاد الأوروبي